أهلا بكم من جديد الانتخابات العراقية المرتقبة في السادس من حزيران المقبل والتي جاءت الدعوة لتنظيمها من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ما زالت تنتظر الانتهاء من مسودة مشروع قانون الانتخابات والخلافات التي طرأت على المادة الخامسة عشر منه مجلس النواب العراقي وبعد أن فشل في حسم الجدل بشأن المادة محل الخلاف يتجه لعقد جلسة أخرى في العاشر من الشهر المقبل ينظر إليها بأنها ستكون هذه المرة حاسمة في إقرار مشروع القانون رئيس مجلس النواب شدد على أنه في حال عدم توافق الكتل فإنه سيتم اللجوء إلى تصويت علني حاسم هذه النقاشات تأتي وسط مشهد عراقي يشهد استقطابا متصاعدا مدفوعا بالخلاف الأمريكي الإيراني وحراك شعبي ينتظر حصيلة مطالباته تتصاعد وتيرة الأزمات السياسية التي بدأ سقفها يرتفع إذانا ببدء الخلافات بين الكتل النيابية هذه الخلافات ترجمت من قسامات كبيرة داخل الكتلة النيابية الواحدة وبوابة التسقيط السياسي بدأت ملامحها في وسائل الإعلام المحلية وتصريحات زعماء الكتل في تبادل الاتهامات مرحلة الصدام بين الكتل والكيانات ستظهر جرية في حالة عدم تشريع قانون الانتخابات لأنه هناك كتل رافضة لهذا القانون وهناك كتل تريد أن تشرعه لهذا الصدام أعتقد سيكون على مستوى الشارع وعلى مستوى التحشيد الشعبي والجماهيري في الشارع سنشهد مثل هذه التحركات تحالف الفتح بشقيه دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي وهادي العامري عن كتلة بدر النيابية يغيب عن كل الاجتماعات السياسية لتقريب وجهة النظر ويعلن رفضه لخطوات الحكومة التنفيذية التي يصفها بأنها تحد من نفوذ الحجد الشعبي وفصائل المقاومة مع تحديد موعد للانتخابات من قبل السيد الكاظمي بدأت حقيقة هناك سياسة المناكفات والصراعات وسياسة كسر العظم بين كل المكونات السياسية وحتى موضوع التحالفات بدأت هناك انسحابات وتشكيل تحالفات جديدة داخل قبة البررامان الغاية منها هو الاستعداد لهذه الانتخابات على حساب المشروع الوطني انقسامات وتصريحات أصبح فضاؤها منصات التواصل الاجتماعي وقنوات تابعة للأعزاب المتنفذة التي بدأت تكشف ملفات فساد تحاول من خلالها أن تطيح بنظرائها من أحزاب السلطة التنافس على أشده بين من يملك المال والسلطة مع تحديد موعد الانتخابات في حزيران المقبل ويبدو أن الأحزاب الموالية للجارة الشرقية إيران فقدت جمهورها الشعبية والسياسي وتحاول الدخول في عباءة الأحزاب العلمانية بتغيير عنوين وأسماء كياناتها وأحزابها الدينية عمار مهر المملكة بغداد إذن مشاهدين وقبل أن نبدأ النقاش رحي بضيفي معنا من بغداد رئيس مركز همم للدراسات الاستراتيجية السيد أحمد لعنزي وأيضا معنا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي السيد معن الجبوري أهلا بكم مشاهدين أبدأ مع ضيفي السيد أحمد لعنزي أهلا بك سيد أحمد يعني إلى أي مدى في ظلم يشهده العراق الآن حكومة السيد الكاظمي قادرة يعني على إجراء مسألة أو المضي قدما في إجراء الانتخابات المبكرة تحية لحضرتك ولضيفك الكريم ومشاهديكم الكرام حقيقة الأمر أن حكومة السيد الكاظمي بطبيعة الحال توصف بأنها حكومة انتخابات وهذه هي المهمة الرئيسية التي جئة بالسيد الكاظمي من أجلها وعليه أن يكون هناك مسار واضح للمضي في هذا الموضوع وهذا الموضوع يبدو أنه ليس من السهولة بمكان ولا يقتصر على فقط تحديد موعد الانتخابات في مطلع الشهر السادس من العام المقبل فهناك قانون الانتخابات يجب أن يستكمل التصويت حتى على الفقرة أو المادة الـ 15 وكذلك أيضا عدنا قانون المحكمة الاتحادية وإقرار الموازنة وتخصيص مالي لإجراء الانتخابات فضلا عن المراقبة الأممية واستثباب الوضع الأمني كي تكون هناك أرضية ودافع للمواطن العراقي حتى يذهب إلى صناديق الاقتراح كل هذه التحديات اليوم تقف عائق وتحديات كبيرة أمام الحكومة العراقية ما نلاحظه أنه رمي تقاذف الكرات بين الجانب التشريعي والجانب التنفيذي لربما هو الحاكم في هذه المعادلة حدد السيد الرئيسي الوزراء موعد للانتخابات ولكن هذا هو رمي للكرة في ملعب البرلمان خمسين مادة يتم التصويت عليها لكنه المادة الأهم التي طلعت من خلالها التظاهرات والتي طالب بها الشعب العراقي يبدو أنها كانت بعيدة عن التصويت وحتى في هذه الجلسة في بداية الفصل التشريعي الجديد عجزت الكتل السياسي عن التصويت على هذه المادة التي تحدد فقط بربع ساعة ممكن تنحل هل هي دوائر متعددة أم دائرة واحدة وينتهي هذا الأمر لكنه أكو إرادة سياسية من قبل الكتل السياسية لا تريد الدوائر المتعددة وتسعى لي بقى الدائرة الواحدة كي لا تفقد جمهورها لكن سيد أحمد أنت تحدثت من رمي الحكومة للكرة بملعب المجلس النواب وأيضا أمام القوى السياسية لكن ألا تتحمل القوى السياسية أي تأخير في هذه الانتخابات بطبيعة الحال أينما تمطر فهي بسماء القوى أو بأرض القوى السياسية وهذا التسويف والمماطلة إذا ما وصلنا إلى هذا الموعد وكان هذا الموعد حاكما لإجراء الانتخابات سيصار إلى إقناع الشعب بالرجوع إلى القانون القديم الذي لا يلبي الطموح وسيجدد ويجذر المحاصصة من جديد وكأنك يا أبو زياد ما غزيت وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون جديد مصوت عليه برلمانيا ويلائم الإرادة الشعبية أما حصر هذه التوقيتات ضيقة ويلا خلي المنشي الانتخابات على هذا الشكل وعلى الانتخابات الجاية لا هذا الموضوع لا يرضي الشارع العراقي ويأتي بالضد من توجيهات المرجعية التي ألزمت بها الحكومة والبرلمان وبالتالي ولا تحين مندم حسب تعبيرها نعم أنتقل إلى ضيفي السيد معن الجبوري سيد معن حكومة السيد الكاظمي وبعد مرور ثلاثة أشهر على تشكيلها لم تلبي مطامع أو ما كان يطمح له الشعب العراقي الذي كان يتواجد في الشوارع وهذا برأي مراقبين المراقبين أيضا يتحدثون إلى التشكيك في قدرتها على المضي قدما في هذه الانتخابات مساء خير لك والسادة المشاهدين والضيف الكريم حقيقة نحن نعلم أن الكاظمي جاء على تركة ثقيلة لسبعة عشر عاما من الفساد الإداري والمالي ومن الفوضى التي أسقطت حكومة عبد المهدي وكحيث كانت تصنف الأسوأ في حكومات ما بعد 2003 وولدت من تأثير ورحم التظاهرات وهذه أول حالة تحدث في تاريخ العراق الحديث أي جماهير المنتفضة تستطيع أن تسقط حكومة كانت يفترض أنها منتخبة من رحم البرلمان وتأتي بحكومة جديدة حاول السيد الكاظمي حقيقة الشروع في عمليات تنفيذية يعني هو البرنامج الذي طرحه جاء متناغما مع مطالب الشارع العراقي ولكن لا يمتلك الأدوات كون أن النظام في العراق نظام برلماني كما هو معلوم وهناك أحزاب دينية مهيمنة ومسيطرة على مفاصل الدولة على مؤسساتها وبالتالي هي تمثل الأغلبية في البرلمان النظام الحكم النظام خاضع لإرادة الأحزاب الكبيرة التي تفرض هيمنتها على القرار السياسي ولا تريد هذه الأحزاب أن تفقد امتيازاتها التي تملكتها والإمبراطوريات التي بنتها منذ 17 عاما لذلك حتى هذه اللحظة هي لم تكن داعمة لمعظم خطوات وقرارات الكاظومي وكما ذكرت العمليات التي بدأ بها على الأرض سواء من خلال خط الشروع في محاربة الفساد في حصر السلاح بيد الدولة في تحجيم الفصائل المسلحة والسلاحة المنفلت الذي هذا ما لبث لذنر الواقع العراقي حقيقة سيد معا بهذا الخصوص تحديدا يعني المواجهات التي يدخل بها الآن سيد الكاظمي مع القوة السياسية في العراق يعني ألن تقلب الطاولة على الحكومة لا هو يمتلك الأدوات التي يمتلكها المقاومات الأساسية أربعة وهي ستراتيجية البعد الأول هو الشارع العراقي كما ذكرت المؤيد حتى هذه اللحظة نسبيا للخطوات التي اتخذها وهذه عملية مهمة خصوصا بعد أن تناغمت مع موافقة المرجعية على هذه الخطوات ثانيا العمق العربي هو حاول ولا يزال يحاول جاهدا أن يعيد العراق إلى حاضنته ويبتعد عن الهيمنة الإيرانية التي بصراحة أعطت نتائج سلبية يعني دخول العراق في الحكومات السابقة في محور الإيراني ووجود الأحزاب الولائية المتنفذة قريبة من إيران لم تأتي أكلها أنما ذهبت بالعراق بعيدا إلى انتفاض عارمة خصوصا في الفرات الأوسط والجنوب التي تمثل جماهرها القاعدة الأساسية لهذه الأحزاب البعد الثالث الذي يمتلك هو الدعم الإقليمي والدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها لعب أساسي في المنطقة وفي العراق تحديدا ومن ثم رئيسة ومسؤولة أساسية عن التعالف الدولي الذي يدعم العراق عسكريا أمنيا سياسيا وحتى اقتصاديا إذن هو يمتلك هذه القوى التغيير الذي قدم عليه في المنظومة الأمنية والعسكرية في العراق أيضا في محاولة منه لتفكيك هذه القيادات التي كانت تابعة للأحزاب واجهة بقيادات أكثر استقلالية ووطنية هذه كلها عوامل مساعدة تصف في صالح الكاظمي ولكن يبقى عامل الوقت عامل مهم لترجمة هذه الحقاة سيد أحمد سيد أحمد الكثير من المراقبين وكما تحدث أيضا ضيفيا السيد معنى الجبوري السيد الكاظمي يحظى بدعم الشارع العراقي والانتخابات المبكرة كانت مطلب من ضمن المطالب التي كان يطالب بها المتظاهرين في الشوارع برأيك هل الدعم الآن من الشارع العراقي للسيد الكاظمي سيمكنه مستقبلا من إجراء هذه الانتخابات وأيضا تحقيق الأهداف التي يسعى إليها بطبيعة الحال كم متخصصين في استطلاع الرأي نلاحظ بأنه لو أجرينا هذا الاستطلاع فبالتأكيد لا نريد أن نطلق أحكام مسبقة على النتائج ولكن ما عدنا المقاومات التي نستند عليها بقياس النتاج الحكومي والأداء الحكومي وتقييمه في هذه المرحلة باعتبار أنه في جلسة منحة ثقة تم التصويت على المنهاج الوزاري لكن البرنامج الحكومي لم يقدم لحد هذه اللحظة ينتج عن المنهاج الوزاري برنامجا حكوميا من قبل كل وزارة حتى يستطيع المراقب والمتابع أن يقيس الأداء الحكومي في شهر شهرين ثلاثة وإلى آخره ما عدنا هذا البرنامج الحكومي بطريقة أخرى لو أردنا قياس رأي الشارع والرأي العام سنلاحظ أن السيد الكاظمي من مهمته أنه يسرع في إجراء الانتخابات المبكرة ويدير هذه العملية بكل شفافية أما تكون هناك دعم لمجموعة من المتظاهرين دون مجموعات أخرى وتنظيمهم في تكتلات سياسية جديدة وضخهم إلى العملية السياسية فهذا يقرأ من قبل المراقبين بأنه هو تحشيد هذه الطاقات بل بمعنى أوضح بأن السيد الكاظمي يريد أن يدخل في العملية السياسية من خلال استثمار هذه الجهود جهود المتظاهرين باعتبار أنه يتم تنظيمهم وأدلجتهم ودخولهم في العملية السياسية سيد أحمد أضف إلى ذلك هذه الطريقة الإعلامية في ربع دقيقة أستاذي في قضية الانتخابات دائما ما لاحظنا منذ 2005 وحد هذه الانتخابات التي جرت مجرد شخص رئيس الوزراء يحصل في أقل تقدير حسب دراسة على ست مقاعد برلمانية والسيد الكاظم اليوم يعمل على مناغمة الشارع العراقي وبالتأكيد لشخصه سيحصل على لربما أكثر من عشر مقاعد برلمانية لشخص السيد مصطفى الكاظمي فإذن الدخول إلى العملية السياسية تختلف عن إدارة هذه الانتخابات أو إدارة العملية السياسية هنا يحدث الفرق ولا نريد أن نمازج بين رأي الشارع العراقي والواقع المرير لكن سيد أحمد أنت قبل قليل تحدثت أن السيد الكاظمي رمى الكرة الآن إلى مجلس النواب بخصوص هذه الفقرة تحديداً يعني بخصوص قانون الانتخاب الذي ينتظر أن يرى النور يعني أين المشكلة؟ المشكلة تكمن بعدم التواصل بين الجهتين التنفيذية والتشريعية الكل يتذكر عنده في جلسة منحة ثقة تم الاتفاق بين الرجلين رئيس مجلس الوزراء المكلف حينها ورئيس مجلس النواب السيد الحلبوس وسيد الكاظمي تم الاتفاق بيننا نحن يا جماعة الخير نبعدنا جلسة رسمية غير رسمية بمعدل ما لا يقل عن مرة بالشهر نتداول ونذوب بها هذه الأمور لأنه الوقت من ملكه لكنه نشوف هذه الجلسة ما صارت هسا جزء على الجانب البرلماني باعتبار جلساتها الاعتيادية ما حقق نصابها الكامل وجزء آخر على الجانب الحكومي لم نلاحظ هناك إعداء مدروسة بسبب القوة السياسية في العراق هذا ما تقصده؟ نعم كل ما يحدث الآن من تأخير لربما الإجراء أو إقرار قانون الانتخاب الجديد هو اختلاف ما بين القوة السياسية باختصار اختلاف القوة السياسية كان هذا حاكما ولكن السيد الكاظمي بدل أن يفكك اللغز الترابط بين هذه القوة دخل بقوة جديدة وسياسة الانتخابة عن الضيف الكريم كانت واضحة من جهة أمريكا ويريد للعراق الإنغلاق على واقع الإقليم والعرض وصلت الفكرة سيد أحمد أنتقل إلى السيد معان الجبوري سيد معان برأيك هل من الممكن أن يقوم مجلس النواب أو تتوقع أن ينجح بتمرير قانون الانتخاب خاصة بعد تلويح السيد الحلبوسي بإجراء جلسة تصويت علنية بدقيقة من فضلك واقعا نعم مجلس النواب واقعا تحت الضغط مرغما سيكون أمام الواقع لأنه يعلم أنه خسر معظم رصيده الشعبي حيث مجلس النواب جاء على خلفية انتخابات مطعونا ومشكوكا بها ثم سيلتزم بأن يقر قانون جديد على الأقل يرضي به من بقى من جماهيره الذي يعول أن يعيد تركيبة نفسه طبعا ويحاول أن هذه الأحزاب لا تريد أن تفقد كل جماهيرها ستضطر إلى القبول بهذا الواقع تحت الضغط الجماهيري والضغط الدولي ظروف العراق الآن صعبة جدا لا يمكن المناورة بها والمضيق دمان نعم أنا أعتذر لكن الوقت المخصص لهذا الملف قد انتهى إذن الكاتب المحلل السياسي السيد معن الجبوري شكرا جزيلا لك وأيضا شكر موصول لضيفي أيضا من بغداد رئيس مركز همم للدراسات الاستراتيجية سيد أحمد لعنزي شكرا جزيلا لكم